ليس بعيداً عن قاعدة التنفي الأمريكية شرقي سوريا تبني إيران قاعدة لها قرب مدينة البوكمال الحدودية المحاذية لمنطقة القائم في العراق أكبر من مقر عسكري تعد هذه القاعدة التي ما زالت قيد الإنشاء وتحمل اسم مجمع الإمام علي شبكة فوكس نيوز الأمريكية نشرت صوراً جوية للقاعدة الإيرانية وتحوي على عشرة مخازن للأسلحة بالإضافة إلى أبنية ومعسكرات تدريب وهياكل تخزين لصواريخ باليستية وبحسب مساحة القاعدة فإنها مجهزة لإواء آلاف الجنود متعهد إنشاء القاعدة هو فيلق القدس الإيراني بقيادة قاسم سليماني حيث تمت الموافقة على بناء هذا المشروع قبل فترة قريبة من قبل القيادة العليا في طهران وتولي إيران منطقة البوكمال أهمية قصوى وأقامت فيها مقارة كثيرة لميليشياتها وتعتبرها محطة رئيسة على طريق المشروع الإيراني الممتد من طهران حتى بيروت على البحر المتوسط وفي غضون عامين فقط بحسب مصادر محلية تحولت ملامح المنطقة إلى أشبه بالضاحية الجنوبية في بيروت تغيير لهوية السكان وثقافة المنطقة وتجاوزات على المساجد وأئمتها وفرض التشيع على من تبقى من السكان الأصليين بناء هذه القاعدة يتزامن مع زخم إعلامي حول صراع النفوذ الأمريكي الإيراني وتكثيف واشنطن جهودها في مواجهة نظام طهران وتقليم أظافره المنتدة في الشرق الأوسط لكن التحرك الإيراني بحسب الوقائع يجد طريقا مريحا في المنطقة العربية وخصوصا في العراق وسوريا دون أن تعترضه القوة الأمريكية فما كسبته إيران من نفوذ في عهد ترامب لا يختلف عما كان في عهد أوباما وربما يزيد